أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب يقول الله عز وجل لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله هذه الآية الكريمة أيها الأخوة فيها قواعد وأسس في الإنفاق المالي الأسري فلننتبه لها لينفق ذو ساعة من ساعته الله سبحانه وتعالى يرشد المطلق أن ينفق إن كان ذا سعه فليوس على زوجته المطلقة وابنها وليكون كريما في ذلك وإن كانت الحديث الخطاب للمطلق إلا أنها آية عظيمة تدلنا أيها الأخوة على قاعدة ربانية في الإنفاق المالي الأسري ففي حال ساعة الإنسان فينبغي أن يوسع على أهله ولا يقتر بعض الناس هداهم الله قد تجده جمع أمواله في البنوك تمتلئ بها الأرصدة وأبناؤه ربما في حال يرثى له أعرف إنسان أيها أخوة عنده ملايين وأبناؤه ربما يتتبعون الوظائف البسيطة يبحثون عنها والله إن هذا لقد ظالم نفسه وظلم أولاده فليتق الله الإنسان ما أتاه الله لينفق لينفق مما أتاه الله فإن ذلك مما يبارك الله له ويزيده من فضله ومما يؤدي به حقا لازما واجبا سيسأل عنه يوم القيامة ففي حال الإنفاق في الساعة فينبغي ويشرع الإنسان أن يوسع على أهله وفي مقابل ذلك ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ينفق على قدر سعته ولهذا فلا ينبغي ولا يشرع للمرأة المسلمة أن تشاق زوجها وتثرب عليه في مطالباتها إن كان في حاله المادي ميسور ولا يستطيع فإن ذلك من المشاقة ولا ينبغي للإنسان أيضا إذا كان قدر الله له وكتب عليه الفقر وليس بعيب فإن الفقر حال بعض الأنبياء والصالحين والصحابة رضوان الله عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذا غنى وكذلك كثير من أصحابه فمن قدر عليه رزقه فينبغي أيها الإخوة لا يوسع على نفسه ويحمل نفسه ما لا يطيق كما أن على أهله ألا يحملوه ما لا يطيق وفيه مثل ذلك ينطبق الحديث في أمر المطلق فإنه لا يلزمه إلا ما قد آتاه الله تعالى قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتها الإنسان إذا اجتهد وكان ميسور الحال وقصر على أهله ما استطاع فإن الله تعالى لا يكلفه ولا يسأله عن ذلك الإنسان قد يقصر في أمر الواجب إذا كان ما استطاع إنسان مثلا انقطع سبيله في رزقه وقتا من الزمان فقصرت به النفق على نفسه وعلى أهله فإن الله لا يؤخذه إن كان ذلك مع سعي منه وحرص على القيام بواجبهم قال الله تعالى سيجعل الله بعد عسر ما أعظم هذه اللفتة الربانية التي يطمئن فيها الله تعالى عباده في حال فقرهم وعسرهم فإن الإنسان إذا كان في عسر فليعلم أنها لن تدوم وإن دامت فلن تكون في الدنيا والآخرة إن كان مؤمنا فسيجعل الله وعد كريم من الله تعالى أنه سيجعله بعد العسر يسرا إن اتق الله عز وجل إن اتق الله تعالى فيما أمره بذلك وسعى واجتهت وبذل جهده فإن العسر الذي قد يمر عليه اليوم سيكون يسرا بإذن الله تعالى هذا وعد كريم أن الإنسان إذا ضاقت به الدنيا أحيانا فلا ييأس فلا يظن بربه إلا خيرا فلا تضيق به الدنيا فإن الله عز وجل جاعل له بعد هذا العسر يسرا فلينتظر ذلك اليسر وليصبر وليحتسب وليظن بربه خيرا فإن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي به فإذا أصبتك مصغبة وشدة فاصبر وتحمل واسأل الله عز وجل الفرج وانتظر هذا الفرج بيقين فإنك إذا انتظرته بيقين جاءك بإذن الله سريعا قال الله تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله انتقل الحديث هنا عن أمر الطلاق إلى ماذا؟ إلى الحديث عن قرية عتت وخالفت وتجاوزت أمر الله سبحانه وتعالى فحاسبها الله حسابا شديدا ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ ما مناسبة هذا الخبر لقضية الطلاق قضية ما أمر الله عز وجل به؟ نعم أحسنت هنا بيان عواقب وعاقبة مخالفة أمر الله عز وجل وأن مخالفة أمر الله تعالى وعدم القيم حدوده مؤذن لعقاب عام مؤذن لعقاب عام إن ظهر ذلك ولم ينكر ولهذا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فإن خطأ الواحد إذا ظهر وسكت الناس عليه يعمهم الله تعالى بعقاب من عنده ذلك أن سكوتهم موافقة له ورضا ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى ففي هذا دليل أيها الأخوة على أن مخالفة الفرد وتجاوزه في أمر الله قد يكون ذلك سبب في عموم الناس بالإقاب إن ظهر ذلك وجاهر به وعلم به الناس ولم ينكروه أما أن استخفى فإن الله عز وجل يستر عليه ويعافي إن ستر نفسه بالتوبة والمغفرة قال الله عز وجل فحاسبناها حسابا شديدا هذا يدلك على ماذا أيها الأخوة يدلك على عظم عقوبة مخالفة أوامر الله وحدوده فإن الإنسان إذا خالف حدا من حدود الله استحق عقابا شديدا إذ أن مخالفة الحد تدل على عدم تعظيم الله عز وجل وعدم القيام بأمره فقد جمع في ذلك بين أمرين عظيمين قال الله سبحانه وتعالى وعذبناها عذابا نكرا أي منكرا كما جاءت منكر عذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها أي فذاقت عاقبة أمرها وهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل قال الله وكان عاقبة أمرها خسرا أي أن مع العقوبة سيكون عاقبة أمرها ومستقبلها في الدنيا وفي الآخرة خسارة ولهذا قال الله تعالى في أمر الآخرة أعد الله لهم عذابا شديدا أي في الآخرة ثم خاطب الله تعالى المؤمنين فقال فاتقوا الله يا أولي الألباب وفي هذه الآية يا أخوة درس عظيم وهو أن خبر المكذبين وعاقبتهم وأخبار المخالفين ليست هي خطاب للكافرين فقط بل هي للمؤمنين مع ذلك حتى لا يجرؤ على مخالفة أمر الله ولما كان الخطاب هنا في أمر متعلق بمخالفة أوامر الله عز وجل وحدوده توجه الخطاب للمؤمنين إذ أنه متوجه في أول السورة لقضية حدود الطلاق التي موجهة للمؤمنين فأكد الله تعالى هنا اتقوا للمؤمنين فقال فاتقوا الله يا أولي الألباب أي أولي العقول السليمة الصحيحة التي تخشى الله عز وجل وتتقيه الذين آمنوا انظروا أيها الأخوة هذا التعقيب البديع فاتقوا الله يا أولي الألباب من هم أولي الألباب الذين آمنوا فالذين آمنوا هم المخاطبون هنا في هذلك استنفار وحث لنفوس المؤمنين أن يلازموا أوامر الله وتأكيد عليهم بإقامة حدود الله عز وجل فما أعظم أيها الأخوة وما تضمنته السورة من تأكيدات على القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى قال قد أنزل الله إليكم ذكرى لم يقل قد أنزل الله إليكم قرآن لماذا؟ ما السر في قوله ذكرى؟ أن هذا القرآن فيه تذكير لكم وموعظة وهداية وتوجيه رباني لأصلاح شأنكم ورعاية أمركم فلذلك عبر عنه هنا بالذكرى قد أنزل الله إليكم ذكرى وهو القرآن ثم قال رسولا فرسولا بدل من ذكرى كيف عبر أو جاء البدل هنا غير المبدل منه لأن هذا الذكر من الذي يبلغه؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هذه الآية أيها الأخوة فائدة لطيفة وهو أن الذكر القرآن يحتاج إلى من يبينه للناس ويوضح ما فيه من أحكام وفيه من دلالات وأوامر ونواهي وهذا حقيقة يؤكد لنا أخواني الكرام عظم وأهمية مجالس القرآن التي فيها التذكير وبيان الهدايات والدلالات والأحكام وأوامر الله عز وجل من أجل التزكية كما قال الله عز وجل في الوظيفة الأساسية للرسول قال يتلو عليه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتابه والحكمة وهذا يجرنا إلى الحديث مهم جدا أيها الأخوة على أهمية مجالس القرآن وإحيائها والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها العظيم في قولهم اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدى رسوله بينهم وأكد ذلك الله عز وجل في أربع آيات بيّن فيها وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات في سورة البقرة وأيضا في البقرة وفي سورة الجمعة وفي سورة آل عمران كلها نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم من وظائفه يتلو عليهم آياته ويعلمه الكتاب حكمه ويزكيهم فما أعظم أيها الأخوة أن يكون لنا مجالس نتلو فيها كتاب الله ونتذكر ونتعظ ونستهدي بما فيها من هدى قال الله سبحانه وتعالى ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وأعظم ما يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور هو هذا القرآن العظيم ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن أراد أن يخرج يخرج من الظلمات إلى النور فعليه بهذا القرآن وعليه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الكاشف المبين لهذا القرآن العظيم قال الله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبداً هذا الجزاء هو تحفيز للمؤمنين بعد أن أكد الله تعالى عليهم وجاءت مبالغات وتأكيدات في قيام بأمر الله وتقواهم هنا طمأنهم بوعد كريم منه سبحانه وتعالى ولذلك ختم الآية بقوله قد أحسن الله له رزقاً نعم والله من آمن بالله واتعظ بما أمر الله واتق الله فإن الله سيحسن له رزقاً فمن أحسن فله الحسن والجزاء من جنس العمل قال الله سبحانه وتعالى في ختام السورة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ما مناسبة هذه الآية ما مناسبة ختم هذه الآية لسورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات افتتاح الآية بلفظ الجلالة يبعث الهيبة في النفوس يبعث المهابة والخوف والخشية من الله عز وجل والتعظيم فما سر هذا الختم لآيات الطلاق وأحكامه والسورة بما فيها نعم يا أخوان نعم قد يكون فيها تخويف لمن خالف أمر الله عز وجل وأيضا نعم تعظيم أنك لا تعظم الأمر إلا إذا عظمت الله عز وجل هذه الآية لأخوة غرضها ومقصدها تعظيم الله في النفوس الباعث على تعظيم أوامره ولو عظموه في النفوس لعظم فقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن كل ذلك لأجل التعظيم تعظيم الله عز وجل في النفوس الباعث على الإيمان به والتمسك بأمره وخشية عقابه والخوف من مخالفة أمره وعدم القيام بحدوده فما أعظم هذا الختام أيها الأخوة أي والله ما أعظم يكفي فيه أنه يرسخ في نفس المسلم المؤمن معرفة الله عز وجل والخوف منه وهذا يجرنا أيها الأخوة إلى حديث مهم ودرس عظيم هو أن التعريف بالله عز وجل وتعظيمه في النفوس هو الباعث على القيام بأوامر الله عز وجل وهو درس تربوي نوجهه لأنفسنا في تربيتنا لأبنائنا وطلابنا ومن تحت أيدينا وللناس جميعا أننا يجب أن نعني عناية عظيمة بالغة أيها الأخوة في تعظيم الله عز وجل في نفوس الناس في نفوس أبنائنا في نفوس أزواجنا إذا أردت أن تطيعك زوجتك فعظم الله عز وجل في قلبها إذا أردت أن تجدين من زوجك خشية الله فيك وقيام بحقوقك فعظم الله عز وجل في نفسه إذا أردتما أن تجد بر أبنائكما بكما وقيامهم بحقوقكما فعظم الله عز وجل في نفوس أبنائكم وربوهم على ذلك أعظم تربية والله لو أن الإنسان عنا أيها الأخوة بهذا الأساس العظيم في التربية لاغتنى عن كثير من مبادئ التربية تعظيم الله في النفوس هذا أمر عظيم نأخذه من هذا الدرس العظيم الذي ختم الله فيه سورة الطلاق ليعظم الله خوفنا منه سبحانه وتعظيمنا له وقيامنا بما أمر سبحانه وتعالى ولذلك قال يتنزل الأمر بينهن أن هذا الحكم الذي نزل أيكم نزلا بين السماء والأرض فهو أمر عظيم ينبغي اللسان أن يعظمه تعظيما لله عز وجل وتعظيما لكتابه قال ولاحظوا أنه قال ومن الأرض مثلهم أي أن هذه الأرض التي أنتم عليها ذات خلق عظيم فهي ذات طبقات سبع كما أن السماوات السبع وهذا الخلق يبعثنا على التعظيم إذا كان هذا الخلق العظيم وهي الأرض بما فيها وما تختزنه من كنوز وموارد وخلق من خلق الله عز وجل لا نعلمه فحري بنا ونحن العباد والضعفاء أن نعظم الله ونعظم أمره قال الله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير هذا يبعث أيها الأخوة أيضا خوف من الله عز وجل والقيام بأمره ومن ذا الذي سيخالف من له القدرة التامة قال الله أن الله قد أحاط بكل شيء علمه والله إن هذا لختام عظيم أيها الأخوة أن الإنسان يستحضر أن الله قد أحاط بكل شيء أحاط بما يكون في نفسك إذا أردت مخالفة الله في زوجك أو في ولدك أو في مع أحد من خلق الله فإن الله قد أحاط بهذا العلم وسيحاسبك عليه فليتق الله الإنسان أيها الأخوة فيما يفعل ويذر وأن يكون أمره كله مؤلق بالله سبحانه وتعالى ننتقل في الحديث بعد ذلك إلى سورة التحريم وما أدراكم سورة التحريم سورة البيت النبوي هذه السورة التي عنت عناية ربانية كريمة بالنبي صلى الله عليه وسلم وببيته ليكون ذلك البيت بيت قدوة للمسلمين للأمة جميعا فغرضها ومقصدها هو غرضها ومقصدها هو إعداد تربية البيت النبوي وتكميله ليكون أسوة وقدوة للمسلمين ولبيوت الأمة كلها ما أعظم هذه السورة أيها الأخوة بهذا الغرض ولو أن الأسرة المسلمة عانت بدروس هذه السورة والله لبنيت على خير ما تبنى عليه الأسرة فلاحظوا معي أيها الأخوة والوقت ضيق لا نستطيع معه أن نفصل وندقق لكن سنحاول بإذن الله عز وجل أن نأتي بما يسر الله سبحانه وتعالى هذه السورة أيها الأخوة نزلت ساب نزولها قصتان مشهورتان القصة الأولى في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية أمته مارية القبطية عليه والقصة الثانية في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه بقصة نقرأها كما رواه ابن عباس يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله يا أيها النبي لما تحرم أحل الله لك قال كانت حفصة وعائشة متحابتين وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت حفصة إلى أبيها فتحدثت عنده فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاريته مارية فظلت معه في بيت حفصة كان اليوم الذي يأتي فيه عائشة فرجعت حفصة إلى بيتها فوجدتهما في بيتها فجعلت تنتظر خروجهما وغارت غيرة شديدة فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم جاريته ودخلت حفصة فقالت قد رأيت قد رأيت من كان عندك والله لقد سؤتني فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأرضينك فإني مسر إليك سرا فاحفظيه قالت ما هو قال إني أشهدك أني أن سريتي هذه علي حرام رضا لك كانت حفصة وعائشة تظاهران على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسرت إليها أن ابشري إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه فتاته فلما أخبرت بسر النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الله تعالى لنبيه الأمر فأنزل الله على رسوله هذه الآيات العظيمة يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم إلى قوله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أي عائشة وأظهره الله عليه أي بالوحي عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير هذه قصة أيها الأخوة هي قصة تحريم مالية القصة الثانية قصة تحريم العسل كما أخرجها البخاري عن عائشة قالت كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه وهذه نأخذ منها سنة إن الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد العصر مع أهله فهو وقت جلوسه مع أهله قال فيدنوا من إحداهن فدخل كل يوم فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت أي تقول عائشة فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت فقلت أما والله لنحتالن له تقول عائشة أما والله لنحتالن له فقلت أي عائشة تقول فقلت لسودة بنت زمعة وكانت من حزبها إنه سيدنو منك أي إذا جاءك سيدنو منك فإذا دنى منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول ذلك فإنه سيقول ذلك لا سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط فقال وسأقول ذلك هذه عائشة رضي الله عنها بلطافتها وهي صغيرة السن وحنكتها وأيضا أسلوبها مع النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منه دروس عظيمة لو لا الوقت ضيقه لو وجدنا فيه دروس كثيرة قال قالت وأنا سأقول ذلك وقولي أنتي له يا صفية ذلك قالت تقول سودة والله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني أو أمرتني فرقا منك خوفا من عائشة رضي الله تعالى عنها فلما دنى منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد منك قال سقتني حفصة شربة عسل قالت جرست نحله العرفط فلما دار إلي أي عائشة تقول قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك عسلا قال لا حاجة لي فيه قالت تقول حفصة والله لقد حرمناه أو حرمناه قالت قلت لها تقول عائشة اسكتي هذا لفظ البخاري ما أعظم هذا الحديث أيها أخوة الذي يبين ما يدور في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا نبي الله وصفوته وخليله وخيرة خلقه هكذا تتعامل أزواجه معه وهم هكذا لو تتبعنا سيرته معهن لوجدنا شيئا عجبا لا يصبر فيه الإنسان منا معه مع النساء والمغافير شبيه بالصمغ يكون في الرمث وفيه حلاوة والعرفط شجر من العضاه ينضح برائحة هذا الحقيقة القصة تبين لنا سبب نزول هذه السورة وأنها نزلت في شأن قضية حصلت وقعت أو قضيتان والمفسرون اختلفوا في نزولهما اختلفوا في أيهما القصة التي نزلت فيها الآيات والظاهر الله أعلم أن الآيات نازلت فيهما جميعا إذ أن في الآية أو في السورة ما يدل على ذلك من يستخرج لدلالة القصة الأولى ومن يستخرج لدلالة القصة الثانية في أول السورة كلاهما فيها تحريم هذا تحريم العسل وهذا تحريم المالي نعم إصرار النبي لحفصة هذا يدل على قصة مارية على قصة تحريم مارية طيب قصة العسل قوله إن تتوب إلى الله فقد سغت قلوبكما وأيضا نعم وإن تظاهر عليه وإن تظاهر عليه فالله أعلم أن السورة دالة على القصتين جميعا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي والتعبير بالنبوة هنا فيه رعاية وإذا جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب للنبي فهو فيه تربية وإذا جاء الخطاب في الرسول فهو تبليغ إذا جاء الخطاب في قوله يا أيها النبي فهو تربية ورعاية إلهية وتكميل وإعداد أما في قوله يا أيها الرسول فهو تبليغ بالرسالة قال لما تحرم ما أحل الله لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ما أحله الله تعالى تحريما شرعيا وإنما حرمه وحرمه من باب الرغب في إرضاء زوجته فليس حراما في الشرع وإنما هو حرمه على نفسه ذاتا لأجل زوجته وهذا يدلنا على أن الإنسان قد يحرم على نفسه تحريما ذاتيا لا يعني أنه حرم ذلك في الشرع ليس هذا من تحريم ما أحل الله وتحريل ما أحرم الله وإنما هو على نفسه قال الله تبتغي مرضات أزواجك إذن هذا التحريم لأجل ابتغاء مرضات أزواجه بابتغاء مرضات أزواجه لاحظوا أن الله عز وجل لم يقل يا أيها النبي لم تبتغي مرضات أزواجك فحذره فالله تعالى عاتبه على التحريم ولم يعاتبه على ابتغاء مرضات الأزواج وابتغاء مرضات الأزواج ليس أمرا بل هو مشروع في في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف وغير ذلك في قوله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي والأدلة في هذا كثيرا لكن ابتغاء مرضات الزوج في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا خارج حدود المعاشرة بالمعروف إذا طلبت المرأة من زوجها أن يبيح لها محرما أو يحضر لها محرما فهذا ليس مما أمر الله وليس من المعاشرة المعروف أما ابتغاء مرضات الزوج فيما أحل الله تعالى فذلك أمر مشروع لا حرج فيه ولا تثريب قال الله تعالى تبتغي مرضات أزواجك والله غفور الرحيم في ختام الآية بقوله والله غفور الرحيم دليل على رحمة الله ومغفرته لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأزواجه فيما وقع منهن فيما وقع منهن لأن الله تعالى قال ابعد ذلك انت توب إلى الله وهو أيضا لطف من الله ورحمة ورعاية قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي أنك حينما حرمت على نفسك فإن الله جاعل لك مخرجا وهو تحلة اليمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أنني أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها فآتي التي هو خير أكفر عن يميني وهذا مما يشرع الإنسان إذا حرم على نفسه شيئا بسبب من الأسباب أنه يكفر عن يميني ويأتي الذي هو خير وأن الإنسان لا يشرع له أن يحرم ما حل الله له في هذه الآية دلالة واضحة صريحة أن الإنسان لا يحرم على نفسه طيبات أحلها الله لحما أو لباس أو بيت أو غير ذلك فلا يحرم قد يتركه زهدا نعم النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا كثيرا زهدا في الدنيا لكن التحريم أن يمنع نفسه لذلك النبي أنكر على ثلاث α كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته فكأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله وهو قدوة فرأوا أنهم يبلغون شيئا من العبادة يعني زيادة وتطلعا إلى الكمال فالنبي اسلام حصل له الكمال بمغفرة الله له بما أمره الله فقال أحدهم إني لا أأكل اللحم أبدا وقال الآخر إني لا أقرب النساء أبدا وقال الآخر إني أقوم الليلة فلا أنام أبدا فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعظم وخطب لذلك خطبة مما يؤكد أيها الإخوة أن الإنسان لا يحرم ما أحل الله له من الطيبات قال الله سبحانه وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا هذا يبين لنا قصة إسراره لحفصه وفي هذا نأخذ منه أيها الإخوة درسا أن الزوج مما ينبغي أن يكون من شأن الأزواج أن يكون بينهم من الخصوصية والإسرار وأن أقرب الناس إلى حفظ سرك وإلى معرفة أمورك الخاصة زوجتك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول يقول الله عنه وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فنأخذ منها درسا أن الإنسان ينبغي أن يجعل مما يودد زوجته إليه ويقربها إليه ويعمق العلاقة بينهما أن يطلعه على بعض شؤونه الخاصة مما لا تتعلق بالآخرين فيكون في ذلك إفشاء لإسرر الآخرين وإنما في أموره الخاصة ذهبت إلى كذا وأتيت إلى كذا وسأفعل كذا هذا مما يطمن المرأة ومما يزيد في حبها لزوجها وتعلقها به ولا شك أيها إخوة حينما تأتي لشخص فتسر إليه لا شك أن هذا سيبعث في قلبه السرور ويعمق في قلبه المحبة لك حينما آتيك وأخبرك بخبر سار وأقول هذا أمر بيني وبينك ألست تفهم من ذلك أنني أودك وأعتبرك عندي بمنزلة قريبة أكثر من غيرك لا شك فكذلك بين الزوجين قال الله سبحانه وتعالى فلما نبأت به وأظهره الله عليه وهذا يؤكد أيها الإخوة أن أخبار الأزواج عند الزوجات أمره عظيم وأنه لا يبغي ولا يجوز للمرأة أن تنشر أو تبيح سرا من أسرار زوجها أو تظهر خبره أو أمورا بينها وبينه وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل والمرأة حينما تفضي إليه ويفضي إليها فيخبر أو تخبر بسرها أو سرها أو تحدثان بسرهما فلا شك أن من أعظم الأسرار الأسرار بين الزوجين قال الله تعالى وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضه ماذا عرف وماذا أعرض ما هو الأمر الذي عرفه لها وما هو الذي أعرض عنه ها يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبرها بما أطلعه الله عرف بعض وأعرض عن بعض عرف شيئا مما أخبرت به عائشة وأعرض عن ما لا فائدة فيه يعني لم يحصي عليها ما أظهرت من الأمر ولم يتتبع الأمر عليها بكل ما فيه من تفاصيل يقول ابن عشور رحمه الله وإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن تعريف زوجه بعض الحديث الذي أفشته من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام في معاتبة المفشية وتأديبها إذ يحصل المقصود بأن يعلم بعض ما أفشته فتوقن أن الله يغار عليه قال سفيان ما زال التغافل من فعل الكرام وقال الحسن ما استقصى كريم قط وما زاد على المقصود بقلب العتاب من عاتب إلى تقريع الإنسان أيها الأخوة نأخذ منه درسا عظيما حتى نحن في حياتنا مع الناس ينبغي أن لا نغل في التتبع الناس وتثريب عليهم والتدقيق في أخطائهم وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا بل يكفي والإشارة النبيب والإشارة يفهم يكفي أن تشير أنك فهمت وأنك مطلع في إشارات يسيرة أما الإنسان الذي يتتبع حقيقة العورات في أخشى أن يتتبع الله عورته والذي يدقق في كل شيء لن يبقى له غد ولن تبقى له حياة مستقرة فالإنسان أيها الأخوة الكريم خصوصا في حياة الزوجية وخصوصا في ما يحدث في البيت ينبغي الإنسان يتغاضى هذه قاعدة من قواعد بيت الأسري أيها الأخوة والله إنها قاعدة من قواعد البيت الأسري يرسمها القرآن لنا بإثباتها أنها هدي نبينا صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وعرض عن بعض أعرض يا أخي الكريم عن ما لا فائد فيه أعرض عن الأمور الدقيقة التي هي من أخطاء البشر كل ابن آدم خطاء لا تتتبع ولا تحصي أخطاء زوجك أو أبنك أو أخيك المسلم قال الله عز وجل فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا ما الفرق بين نبأ وأنبأ الفرق بينهما نعم في أحد نعم نبأ تقال في الخبر المفاجئ النبأ هو أصلا النبأ هو الخبر العظيم قل هو نبأ عظيم النبأ يختلف عن الخبر بأن الخبر هو أمر معتاد لكن النبأ أمر مما يفاجئ النفوس فقوله أنبأ مما فيه مفاجئة أبلغ مما فيه نبأ لذلك هي تفاجئت في أنه أخبرها وأنبأها بما وقع لها هي عائشة أخبرتها بذلك أم أن الله أخبره بذلك أم علم بذلك مما في نفسه فكان في ذلك أمرا عظيما في نفسها قال الله تعالى عنه قال نبأني العليم الخبير وهذا يؤكد أن الله عز وجل في تمام الرعاية لنبيه حفظه وأحاطه وذب عنه ودافع عنه حتى من الأقربين قال الله قد قال نبأني العليم الخبير ما الفرق بين العليم والخبير العليم بظاهر الأمور والخبير بدقائق الأمور وباطنها فهو عليم بما هو ظاهر وخبير بدقائق الأمور وما يكون في النفوس مما لا تظهره فما أعظم هذه الرعاية الربانية لنبينا صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر